اشتركوا في القناة المواطن يمشي للمقاطعة أو القيادة ديوز السكن ديالو ويطلب من الموظف اللي مكلف بالتسجيل في المشاركة في القرعة للحج ديال السنة المقبلة إن شاء الله ويختار بين كينا لائحة ديال وكالات الأصفار اللي كان بغي يمشي مع وكالات الأصفار وإحنا كفيدرالية ديال وكالات الأصفار ترحبوا به وكوكالات أصفار تنقولوا المواطنين اللي بغوا يؤديوا معنا مناسيك الحج إن شاء الله السنة المقبلة بأن هناك ثلاثة ديال المنتوجات منتوج اقتصادي ومتوسط ومنتوج ممتاز وكل منتوج له المواصفات ديالو وتنقولوا بأن عندهم حق الاختيار نوع الغرفة وش مزدوجة ديال جوجد الناس ولا ديال ثلاثة ولا ديال أربعة والأسعار تتخالف على حسب مواصفات المنتوج وعلى حسب المسافة من الحرام المكي ولا من الحرام المدني وتنأكد بأنه كان هناك أطور أطور شاركة هذه العملية لأكثر وعندها تجربة أكثر من عشرين سنة وبأنه تبقى مقابلين هذوك الحجاج طوال مدة الإقامة ديالهم وأنه كان هناك دروس دينية يومية بالنسبة للمرشيد الديني اللي تيرافق المجموعة هناك مرافقين وهناك مرشيد الديني اللي تيرافق المجموعة ديال الحج كيف ما كانت مكونة وش بخمسين ولا مئة حاج ولا أكتار ولا هذا المهم كان بزاف ديال الأمور وبتبقى مكلفين بهم وبالنسبة للعجازة والإعداء والإحتياجات الخاصة رأي الوكالة تتكلف بهم وتتقابلهم بشروط ضروري وتاني عودوا نقول للناس خلصهم يختاروا من البداية معا من بغوا يمشيوا إلا كانوا بغوا يمشيوا مع وكالات الأصفار خلصهم يختاروا من الأول لأن من بعد ما يمكن لهم شي يبدلوا ما يقولش حتى نطلعوا في القرعة عاد نغيروا من الأول خلصوا يختار يا نظام الوكالات الأصفار يا النظام النظام الأخر هناك فنادق مصنفة ثلاث نجوم أربع نجوم خمس نجوم هذو ما المواصفة ديال المنتوج كان منتوج اقتصادي أدنى شي هو تلد النجوم لا مكا ولا المدينة بإذن الله مع نقل متميز بين المشاعر في المشاعر ولا بين المدن وحافلات جديدة بإذن الله وتنظيم محكم بتعطير دو تجربة والحين كف هذا الميدان لمدة سنوات كثيرة بإذن الله التسجيل غيفتح يوم واحد أبريل ديال هات شهر المقبل 2019 وينتهي 12 أبريل 2019 واللي فيت منه حج في العشر سنوات الأخيرة ما عندوش لحق باش يتسجل وليشارك في القرعة غير للمعلومية باش النس تكون فرنسهم ترجمة نانسي قنقر